لو ما كان في كاميرات وحدا حكيها هي القصة لكم ممكن والله ما حد يصديقها سبحان الله حتى الحيوانات تعرف كيف تطلب المساعدة ما طلبت سبحان الله من حيوان مثلها تعرف من مين تطلب المساعدة لأن المشكلة اللي واقع فيها هذا المخلوق لا يستطيع أن يساعده فيها إلا إنسان في هذا الثعلب أخواني شايفين عم ايجع لبيت ختيار يصدر أصوات غريبة حتى ينتبع عليه الختيار فما انتبع عليه فصار أكثر من مرة يتردد يصدر أصوات حتى يلفت انتباه هذا الإنسان أو هذا الختيار فلما انتبهوا ايجع معاه شوفوا أخواني شوجت سبحان الله وجد طفل هذا الثعلب مربط بالشباك فأيجع وقرر يساعده لأنه بالشباك الحيوانات الثانية ما تقدر يساعده وممكن تفترس هذا الصغير فأيجع يطلب المساعدة من إنسان شايفين أخواني طبعا الأم صاحب الفيديو أو الختيار يقول أن الأم بقيت بجنب مراقبة الوضع على جنب وقفه فبعد ما ساعد الصغير الثعلب فبلش يتأكد من أعظامه أنه ما فيها كسور أنه ما فيه جروح أنه أموره جيدة سليمة حتى يطلق صراحه فأطلق صراحه وراح يركض لعند والدته فالأم ردت المعروف وبلشت تنظف له البيت بشكل دائم تنظف له الجنينة من الأوساخ ومن الشغلات اللي مكبوبة فيها وصارت تتردد على هذا الختيار على طول فحتى صار يعطيها طعام سبحان الله صارت علاقة حميمة بين هذه الثعلب وصغارها وهذا الختيار